الدخول مباشرة في حوار شديد اللهجة مع الخصوم ترجمته كتيبة بالماضي في أولى مباريتها في الكان ضد المنتخب الكيني فكان السفاح بغداد بونجاح أول المهددين لمرمى مطاسي منذ الدقيقة الأولى بعدها بدقيقة تحمس اللاعبون أكثر فانطلقت الكرة من رجل مندي نحو بالليل الذي بلغ الحارس بأن موعد اهتزاز شباكه سيكون قريبا توالت المحاولات لترجمة الفرص السانحة لهدف يشفي غليل بالماضي الذي كانت تهتز أحبال صوته مع كل هجمة للخضر ولأن المرعب الصغير عطال لا يصبر على البقاء في الدفاع بدر إلى توغل في دفاع الكينيين الذين ترقصوا خوفا من اقتحامه فارتكب أوديامبو الخطأ في المنطقة المحرمة مانحا ضربة جزاء ترجمها بغداد لهدف حمل به الفرحة للأنصار هدف فتح شهية رفقاء المحارب الصغير بن ناصر الذي منح أصيس للقائد محرز الذي لا تخطئ كرته الشباك في منطقة العمليات موقعا على الهدف الثاني للخضر نتيجة أكدت سيطرة محاربي الصحراء على أطوار الشوط الأول بالطول والعرض شوط المدربين لم يختلف كثيرا عن شوط اللاعبين أين واصل بن سبعين وزملائه بنفس النسقي وامتلاك الكرة مع غياب تام لهجوم كينيا فوز إذن بالأداء والنتيجة جعل المحاربين يتخلصون من عقدة المباريات الأولى في كأس أمم أفريقيا كما وضعوا عشاقهم في ارتياح ورضا لتبدأ بوادر الروح التي غرسها حليل الزيج تعود يوما بعد يوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر